صباح و أهلا و سهلا على الكنال. اليوم سأتحدث معكم عن السماعات الجديدة من شركة OnePlus اسمهم Buds Z2. هذه السماعات لديهم مميزات كثير منيحة. البطارية تضعين مدة طويلة. الصوت منيح. يوجدنا IP55 حتى الغبرة و الماء عندما يأتي عليها لا تنتزع. غير ذلك لدينا مميزات منيحة للجايمينج. إذا نلعب ألعاب على تلفونات OnePlus بـ Low Latency حتى لا يكون هناك تأخير كثير من ما يحدث على التلفون وعندما السماعات ستعطينا صوت. و كما تلكون الصوت أصبح أحسن. يلا. شكرا جزيلا على كل الناس الذين يشتركوا. دعنا نبدأ الفيديو. أنا طارق هذه مراجعة على OnePlus Buds Z2. اشتركوا على الكنال حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة. كما نرى هنا العلبة كثير بسيطة. أكتب لدينا OnePlus Buds Z2 الموجودة هنا. هناك واحدة ثانية ستنزل بالأبسيدين بلاك اللون الأسود. ستأتي بعد قليل. السعر سيكون تقريبا ٩٩ دولار. ولكن إذا لم تكن اشتراك في الـ Red Cable Club ستستطيع أن تشتركوا عن السماعات إن شاء الله بكرة. سأعطيكم الانك تحت بالدسكريبشن. لدينا الـ Replacement Tips هؤلاء الذين نستطيع أن نضبط الكماسات على الدينة حتى تفوت بالدينة مضبوط. شريط الـ USB-A إلى USB-C لانشارجة الغطاء الموجود فيها. لدينا الـ USB-C موجود من وراء. وهؤلاء الـ Reset button. هؤلاء السماعات الأخرى لا يجب أن نعرفها. لدينا أيضا الـ Instruction Manual ومعنومات هؤلاء لا يجب أن تستخدم. إذا كنت تستعملوا مع تلفونات One Plus لا يوجد شيء تستعملوا إلا أن تشجلوا التلفون على السماعات وكل شيء يمشي مضبوط بقلب Bluetooth Settings. سأعطيكم. ولكن إذا كنت تستعملوا بأي تلفون آخر مثلا الـ Android أو أي تلفون آيفون ستستعملوا التطبيق اسمه Hey Melody موجود في Apple App Store والGoogle Play Store. ستستعملوا تستعملوا كل الإمكانية لهم هذه السماعات بقلب التطبيق. أولا ما نتحدث عنه هنا أن هذه السماعات شكل منيح. أحب أن أعيدهم كثيرا صغيرة كما تشاهدون من قبل. الغطوة يتذكر بالمغناطيس حتى لا تفتح إلى واحدها. وغيرا هكذا السماعات يتضعوا بالمغناطيس أيضا حتى إذا تحاولوا أن تضغط أعوان منهم لا ينزلوا إلى واحدهم. لدينا اللمبة قدام هنا مسترجعنا إذا يعمل تشريج أو لا. لدينا الغطوة لا ينزلوا. لدينا الكنكتور الـ USB-C موجودة للورا. وعن الزر الذي نعمل له ريسات إذا بنا نوصله إلى التليفون الثاني. الحالية فيها أيضا هنا في أن نقلب السماعات من هذا التليفون إذا بنا نقلب التشجيل على أثنائتهم ونقلبهم من تليفون للتليفون الثاني مجرد من أن نكبس عليهم للسماعات لمدة ثلاث سوانا ويقلبون لواحدهم. غيرا هكذا الغطوة هنا موجودة على قلبها بطارية تقريبا 520 ميلي أمبير وكل سماعات لديها 40 ميلي أمبير موجودة فيها. معناتها تقريبا كالتكمية التوقيت التي نستعملها فوق 30 ساعة كلهم مع العلبة لما تكون شجر المشجعة على الأخير. لدينا ثلاث ميكروفونات على كل سماعات وعننا أيضا Proximity Sensor معناتها إذا نضعها في قلب ديناتنا ومن قيمة من الدينة السماعات يوقفوا الموسيقى وعندما نرجع من ردة للسماعات تقدر تمشي مزبوط. الحالية أيضا لا يمكنكم أن تستعملون هنا مع بعض نائناتهم التي تعملون سبيكر أو تستعملون واحدة كمونو تضعوها بيدينة واحدة لمدة 4 ساعة ونصر 5 ساعات مع الـ Active Noise Cancellation الموجود عليهم مدورينه إذا تطفل Active Noise Cancellation تطلعكم تقريبا 7 ساعات لذلك تديننا مدة أطول لدينا أيضا IP55 للمي والغبرة موجودة عليهم للسماعات والـ IPX4 موجودة على الغطا للمي يعني إذا نرش على ماء قليلا لن يحدث شيئا وإذا عرقتوا فيهم لذلك الموجودين بيدينتكم لن يكون هناك أشكال كثيرة تقدر تمسحوهم وتقدر تستعملوهم كما تريدون الآن الـ Low Latency التي يتحدثون عن الألعاب معمولة للتلفونات One Plus بالـ Game Mode لذلك تنزل إلى 94 ساعة خاصة وفرجيكم قليلا كيف أفعلها إذا كنت تستعملوا على تلفون غير One Plus على تلفونات مثلا Pixel أو أي شيء آخر إذا كنت تنزلوا التطبيق اسمه Hey Melody كما قلت لكم موجود بـ Android و iOS وهذا الشيء كثير منيح كما أخبرتكم الـ Design كثير منيح لدينا ثلاثة ميكروفونات على كل واحدة يعطونا عدة كبايسات هنا إذا قد نغييرهم قرب العلبي لما تشترونهم أولا يكون الميديوم الصغير والكبير أنا غيرت إلى الكبير لتفوت بيدينتي مضبوط لدينا عدة شغلات هنا كمان نعملهم ونقرأ نشاهدهم دعونا نتحدث الآن عن التطبيق الموجود فيه نشاهده تقيموه من هنا وسأضعهم بيدينتكم كما تلاحظون مجرد ما تضعهم عندما تكون الـ Active Noise Cancellation ستدور على أن تضعهم إذا قد نغييرت وضعتني على مدة ثانية واحدة وسأجعلها تفوت ستقلب إلى واحدة لـ Max Noise Cancellation لكن هذه الحلاوة الآن إذا قد نغييرتها ثلاثة سوانية واحدة اثنين ثلاثة ستقلب من هذا التليفون إلى التليفون الثاني التي يعمل عليها أيضا التسجيل كما ترى تقوم بعملة ونعطيها ثانية هنا عندما ترجع الدور في ساعة نستطيع أن نرى الدقيقة البطارية ونفس الشيء تضع على Max Noise Cancellation في قلب تليفونات الـ One Plus لتعاملوا فقط على وفتوط على وفتوط على بلوتوث تختاروا للسماعة الـ One Plus Buds Z2 تستطيع أن ترى كل شيء يمكن أن تقلب تقبل الكباسات لتغيروهم إما هكذا يمكن أن تستعملوا السماعات الـ In-Ear Detection مثل ما قلت لكم إذا تقيموهم من ديناتكم وتضعوهم وتستطيع التليفون يمكن أن يعرف وفي عندهم هذه الخبرة الاختيار إذا تدوروا الصوت مثلاً إذا تسمعوا موسيقى ولكن تضعوا السماعات وتضعوا الموسيقى وتضعوا السماعات وعلى التليفون يمكن أن تدور هذا الاختيار أنا بالنسبة لأي إذا أمت السماعات من ديناتك يريد الموسيقى الإيرباط في التست هنا نستطيع أن نستطيع فحص ستعرفوا إذا تضعوا في ديناتكم مضبوط وعندكم الـ Active Noise Cancellation ميحة لأن هنا يقولون أن نستطيع أن نتنزل تقريباً 40 ديسيبول على الصوت الموجود حوالينا حتى نستمتع أنا بالنسبة لأي بالمكتب لدي الكمبيوتر يقعد جنبي طال الوقت وفي كل المراوح ويضع دائرة لذلك أريد أن أدور لـ ANC إذا تدوروها تعملوا الفحص ستستطيع أن تعرفوا إذا السماعات موجودة منها الآن الـ AirBud Control نستطيع أن نرى كل الإمكانيات كما أخبرتكم لذلك سيستعملوهم على touch sensitive موجودة على كل سماعة على اليمين وعلى الشماء الآن يمكنكم تغيروا الشغلات في قلبهم إعادةً عندما تجوهم من قلب العلبية كبسة واحدة توقف وتمشي المسيئة الكبسة تنطل الغنية والثلاثة كبسة ترجع للغنية اللي وراء أنا غيرتها هنا على الشمال على الـ Capacity 3 لتدور الـ Assistant حتى أستمتع استعمال Google Assistant من غير ما حتى أقول الكلمة وتفتحها قدامنا آخر شيء إذا قامنا touch and hold مثل ما تلكم ثلاثة ثوانية هناك نقط بين Max Noise Cancellation والTransparency معنات أن نسمع الصوت حولنا ويمكنكم أيضا نزيدوا الشغلات زيادة إذا أردتكم والـ Long Touch مثل ما تقبسوا الكبسة لمدة ثلاثة ثوانية تسمعوها تقلب من أخر تليفون تقلب من أخر تليفون معناته إذا لدينا التليفونين موجودين عليهم تنط من هذا وإذا عملنا مع الكمبيوتر نفس الشيء تقلب من التليفون والكمبيوتر بكثير سرعة وعندنا أيضا الـ Auto firmware update تقدر تجددهم للسماعات إذا لديكم Dolby Atmos بالتليفون يمكنكم أيضا من هناك وشغلة كثير منيحة كل هذه الشغلات تمشي مضبوط والتي يعجبني فيها تستطيع أن تشاهدها تحت الإختيار مثل One Plus Bud Z2 تستطيع أن تدوره AAC هذه هي الأحسن قوية الموسيقى الموجودة عليهم تستطيع أن تكبسوها وتستطيع أن تدورها وإذا تدورتها هنا تستطيع أن تستطيع أن تستطيع أي تليفون آخر إذا لم تجدكم تشاهدكم هنا مثلا على تليفونات One Plus تستطيع أن تستطيعون على developer option وتستطيعون ما هو الكوداك لكن يجب أن تستطيع أن تستطيع بأحسن شيء في صديمة التليفن يستطيع أن تستطيعها وإذا تسمю معذرنا تسقط Schluck هنا ونريد أن نرى كثيراة كثيراة وبما تaczم إختيارات في الهاتف t reflective sideways وكل هذه الأشياء ولكن كماNA تريد أن تستطيع عدد acad Weber مع أكمالdie ونريد أن يدور الإختيار و 여기서 wholly أوضع و الهاتف وحسن Home HD Audio ست قدر مواسيق هناك تقلبوا بين و70 مثل ما لديكم 44 كيلوهرتز و 16 بيت سوني على الموسيقى ستكون كثير منيحة الآن تضعوا بدايناتنا كثير جهينينة تأخذوا كل السماعة وتستطيعوا بدايناتكم ومثل ما خبرتكم من قبل تستعملوا من واحدة إلى واحدة كمونو أو تستعملوا اثنينتهم في نفس الوقت إذا تضعوا اثنينتهم بدايناتكم أو تستعملوا كستيريو وتستمعوا الموسيقى و قمتوا واحدة منهم ستوقف الموسيقى ولكن تكبزوا كبسة مرة أخرى على الدايناتكم والسيئة ترجع ترجع على واحدة وهكذا تطولوا مدة البطارية على مكالمة المدة طويلة و لا تستعملوا لأي سماعة واحدة تضعوا سماعة هنا تقريبا 4 ساعات ستكون لها المكالمة طويلة و يمكنكم تقربوا على السماعة ثانية حتى تضعوا نفس الوقت غير هكذا كما أردتكم ستجعلوا أن الاستم هنا أصبع كما كان يضغر على تمنا حتى نستعمل الميكروفونات الثلاثة الموجودة و تستعملوا خبرة الصوت الموجودة من هناك و كيف قوة الصوت يأتي من هناك ولكن لذلك أريد أن أخبركم أيضا عن قصة و ليس فقط قوة الصوت المسافة التي نبعط عنهم من التليفون بالنسبة لأنني أضعت التليفون و دورته تسمع موسيقى بقلب المكتب هنا و أذهب إلى الجهة الثانية من البات تقريبا ثلاث حيطان بيني وبيني وبين التليفون و الموسيقى الآن تمشي كثير كثير مليحة و عندي كان أكتف نويس كنسوليش و لن ندورها كما أخبركم إذا تدوروا الـ Active Noise Cancellation قوة البطارية تتخذ أكثر لأنه يستعمل البطارية بسرعة ولكن المفروض أننا تضينا مدة طويلة كما أقول لكم مع الـ ANC أو من غير الـ ANC ستكون الموسيقى ماشية منيح و سيكون لديكم مسافة طويلة معناها إذا حضرت التليفون بالمكتب ستتمشه و سأذهب إلى القوضة الثانية مفروض يمشوا معكم و سيكون هناك أشكال خبرة الموسيقى الموجودة هنا مثل ما قلت لكم الـ Active Noise Cancellation ولكن الشيء الثاني لدينا هنا هو الـ AAC و الـ SBC الـ AAC ستكون أحسن الصوت موجود عليه قليل باس زيادة معناها إذا تريد أن تسمع صوت فيه باس كالـ Dance والـ Rock والـ EDM أو الدبكة أو هكذا لديك كثير باس موجودة سيكون الموسيقى كثير منيحة على هذه السماعات المنز والـ Highs معناها الصوت والموسيقى الأسطنية ستكون منيحة لكن التركيز عليهم لهذه السماعات معمولة للـ Bass معناته معمولة للـ Dance وموسيقى للألعاب وكل هذه السماعات ستتمشي مصبوط سأعجيكم مصر كيف اللعب الموجودة على التليفون عندما نلعب ألعاب ولعبت أنا لعبتين PUBG Mobile والـ Call of Duty Mobile والسبب الذي أخترت هذه اللعبتين لأن هذه الألعاب أول شيء نريد أن نعرف شخلتين يجب أن يكون الصوت كثير منيح حتى نستطيع أن نسمع الناس من حولنا ثاني شيء يجب أن يكون Low Latency حتى يكون لما نسمع الصوت لا يكون هناك فرق بينما يكونوا حولنا وصاروا قدامنا يقوصونا لذلك هناك فرق يجب أن نعرفها وأنا دائما دائما أفتش على السماعات لديهم Low Latency يوعدونا بتقريبا 94 ميلي سين عليهم مع تلفونات One Plus والـ Game Mode موجودة عليهم تكونوا تدوروها لـ Game Mode وفي قلب هذا Game Mode تطفي كل شيء حولنا مغيب أن يأتينا ولا نوتفيكيش وتركز على الألعاب لذلك تستطيع أن نعطينا هذه الخبرة وعندنا بلوتوت 5.2 موجودة عليهم لها السماعات مدة طويلة البطارية IP55 للماء والغبرة IPX للعلبة وعندنا Active Noise Cancellation وعندنا البطارية مدة طويلة وعندنا بشارجها تمشي كثير منيح الشارجر يأتي من وراء يمكنكم أن تستعملوا نفس الشارجر تبع التليفون دعنا نعطيكم الآن مصر عن الألعاب وعندنا نعطيكم مصر عن الصوت كيف يأتي من الميكروفونات من السماعات لأنه لدينا ثلاثة ميكروفونات موجودة بكل السماعات ممتز ممتز اشتركوا في القناة 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 للناس الذين يكونوا متكأنهم فائفوريت فانز ويقدروا يعملوا تشجيل فيهم ويقدروا يقتلبوا هذه السماعات قبل أن الناس الثانية يقدروا تشتريهم من المحل العادية 99 دولار سيكون السعر ليس كثيراً غالي ولكن بكل المميزات التي تضعون عليهم من الأول التنزيل لمنازل البطزي لمنازلهم بتقريباً 50 دولار أنا صراحة أعطيت السعر بالنسبة لهم سيكون كثير منيه بسبب أنهم صغار يضعون مدة طويلة وسعرهم تقريباً 100 دولار سيكونوا كثير منيحة خاصةً للأعياد وعندما تجيبوا هدايا للأولاد العائلة كلها الشغلة ستكون كثير منيحة وبالنسبة لي إذا تفكروا أن تجيبوا سماعات منيحة للألعاب خصوصياً لتتسمعوا وتلعبوا فيهم الألعاب منيحة سيكونوا خبرة كثير منيحة أنا أعطيت أن OnePlus Z2 و Buds Z2 سيكونوا كثير منيحة إذا تجيبوا سماعات الصوت ونقصون كثير حلو معناتهم الـ High Quality Audio أعطيت أن يجيبوا إلى OnePlus Buds Pro وهذا يجب علينا LHDC خاصةً مع التجديد على أندرويد 12 على تلفونات OnePlus يمكننا أن نسمع على LHDC والصوت سيكون كثير منيحة أنا نزلت لكم الفيديو مصر الزمان أعطيكم اللينك تحت في التسكريبشن إذا كنت ترونه شكراً جزيلاً على كل الناس من اشتراك وشكراً جزيلاً على OnePlus الذين دعوني أستعمل السماعات لمنت الجمعة لأعطيكم خبرتي به المراجعة أراكم إن شاء الله في الفيديو جديد